الصين في مهمة لإسإكشاف الفضاء والقمر لأول مرة منذ أربعين عاماً تنطلق بعثة فضائية إلى القمر لجمع العينات من الصخور والتربة القمرية ضمن محاولة لفهم تكوين القمر والنشاطات البركانية على سطحه إنجاز صيني لا يستهان به لا سيما نظراً لمحاولات بكين في المودي قدماً بتمحاتها في إنشاء قاعدة قمرية ومحطة فضائية دائمة التأهيل بحلول 2022 ووضع مركبة متنقلة على المريخ انطلقت المركبة الفضائية غير المأهولة التي تحمل مسبار شينجي 5 من مركز كسيت شانج لإطلاق الأقمار الصناعية وثق تقرير مركز مراقبة الفضاء الجوي ارتفاع صاروخ لونج مارج 5 بطريقة طبيعية ومركبة شينجي 5 الفضائية دخلت المدارة بدقة وبالتالي أعلن نجاح عملية إطلاق بعثة لونج مارج 5 ما إن يغبط المسبار على القمر بحلول نهاية نوفمبر سيعمل على جمع المواد السطحية في منطقة قمرية غير مستكشفة مؤلفة من تصلبات للحمم البركانية وستدوم البحثة العلمية يوماً قمرياً واحداً أي ما يعادل 14 يوماً على الأرض وستعاد حينها العينات إلى الأرض في كابسولة مبرمجة لتحط شمالي منطقة منغوليا الداخلية في الصين تعد المهمة صعبة على الصعيد التقني وتشمل عدداً من الابتكارات غير المستخدمة سابقاً في محاولة جمع السخور القمرية ووفقاً لخبراء لم تتمكن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في الستينيات والسبعينيات وهم الدولتان الوحيدتان التي وصلتاً إلى القمر من جمع عينات بنفس الجودة المتوقعة للعينات الصينية